صحيح المجموعة الثالثة خسرت كتير بقرار السعودية المشاركة بمنتخب الشباب وغياب كتيبة المحترفين المغربية الشرسة اللي انها بقت مجموعة اكثر توازنا ومفتوحة على كل الاحتمالات اهلا بيكم في الحلقة الثالثة من المحيط الى الخليج السعودية غول قروي في الماضي وفي الحاضر على حد سواء الكرة السعودية كانت دايما مليئة بالمواهب لكن مؤخرا تحولت الى مؤسسة عالمية في كل حاجة بقى في المنشآت في البث التلفزيوني في الاهتمام بالشباب والناشئين وحتى كمان مؤخرا ده انعكس على نتائج المنتخب الاول اللي عامل تصفيات هيلة جدا في كاس العالم تحت قيادة هيرفي رينار الدوري السعودي هو تاني اعلى دوري في الكرة الاساوية من حيث القيمة التسوقية بعد الدوري الصيني والدوري السعودي قادر على استقدام لاعبين من الدوريات الاوروبية مباشرة ومدربين كبار بطل اسيا هو الهلال السعودي كل ده انعكس على المنتخب الاول اللي ماشي بشكل كويس جدا فيه تصفيات كاس العالم تحت قيادة هيرفي رينار وصحيح ان منتخب السعودية قرر انه يشارك في البطولة بمنتخب الشباب الا ان ده مفيد جدا للكرة السعودية حتى لو مضر فنيا بالبطولة لان منتخب السعودية بيقدم جيل جديد بيدي له الفرصة يحتاج بمستوى اقوى وفي نفس الوقت بيحافظ على لاعب المنتخب الاول من الاجهاد يعني الكرة السعودية بقت مثال مفترض ان هو يحتزى به من كل الاتحادات العربية حتى فريق السوشال ميديا في الاتحاد السعودي الكرة القدم خلد لنا كل ذكريات ومشوار المنتخب السعودي في تصفيات كاس العالم بفيديوهات وسيارة ابرزة نتائج عظيمة جدا وصل لها منتخب السعودية وزي ما عودناكم في الحلقتين اللي فاتوا هنستغل كاس العرب علشان نخلد اسم اسطورة عربية بلايه لما سموه الجوهر السمراء وخلوه مالك كرة القدم قالوهم لو انا مالك كرة القدم فالعربي بن مبارك هو اله كرة القدم بن مبارك الموجود في كازابلانكا سنة 1917 امتع العالم كله في السلسينات والاربعينات والخمسينات من القرن الماضي ابهر الجميع في الدور الفرنسي لدرجة لما جاله عرض من اتلتكو مادريد كتب احد الصحفيين الفرنسيين بيعوا قوس النصر بيعوا برج ايفل لكن بلاشت بيعوا بن مبارك لكن في النهاية تمت الصفقة وانتقل بن مبارك لأتلتكو علشان يكتب فصل جديد من التقلق ويقود أتلتكو مادريد للتتويج بالليجة مرتين لاعبين مغربة راحوا كتير بعد من مبارك الليجة علشان يكونوا اكتر الدول العربية تمثيلا بلاعبين في الليجة لكن في النهاية هتظل اسطورة بن مبارك حاجة خالدة هنفضل دايما نفتخر بيها ان هي مرت على الليجة في نفس المجموعة يتواجد المنتخب الاردني العزيز جدا على قلوب المصريين واحنا كمصريين بنعتز بالمنتخب الاردني علشان بنحس كده يعني بشكل او باخر ان احنا مساهمين في انجازات الكرة الاردنية لان الجنرال محمود الجهري هو اللي قاد منتخب الاردن لكاس اسيا الاول مرة سنة 2004 وقدر ان هو يوصل بيهم لربع النهائي ويخرج بصعوبة بلغة قدام اليابان المنتخب الاسطوري برقلات الترجيح العمل الكبير اللي قام به الجهري مش بس بيتلخص في العمل الفني اللي قدمه مع المنتخب الجهري كان مدير فني للاتحاد الاردني لكرة القدم بعد كده وقدم ادوات تدريبية جديدة لمنتخب الاردن ونقل الالتزام والجدية للعيب الاردن علشان يساهم في بناء منتخبات جديدة بعد كده والجهري عزيز على قلوب الاهلوية والزمالكوية وعزيز على قلوب المصريين كلهم بسبب انجازاته مع منتخب مصر وبرده اكيد عزيز على قلوب الجمهور الاردني بسبب العمل الكبير اللي قام به سواء مع المنتخب او الاتحاد الاردني لكرة القدم وعشان نختم اطراف المجموعة دي لازم نتكلم عن المنتخب العزيز على قلوبنا جميعا كعرب منتخب فلسطين منتخب يستحق التحية على كل اللي بيقدمه من المحيط الى الخليج وفلسطين لازم تمر برحلة من المضايقات والاستجوابات التعسفية علشان لاعبيها يعملوا حاجة بسيطة جدا بالنسبة لأي منتخب تاني في العالم ينضم المنتخب بلادهم علشان كده خلونا في نهاية الحلقة نرفع القبعة لكل لاعب مثل منتخب فلسطين وارتدى قميصه على مدار العصور بقى مش على مدار المشاركة في كاس العرب واحنا مستنين مشاركة تاريخية من منتخب فلسطين في كاس العرب علشان كل دقيقة بتمر من مباراتهم هي بالنسبة ليهم وبالنسبة لينا انجاز كبير يستحق الاحتفاء اشتركوا في القناة